وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم والتسليم على المبعوث رحمة العالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده فأرحب بكم مشاهدين الأكارم أجمل ترحيب في مستهل هذه الحلقة من ترانيم قرآنية مشاهدين الأكارم لما سئل سيدنا الإمام علي رضي الله عنه أرضاه عن معنى قولي تعالى وردت للقرآن ترتيلا قال تجويد الحروف ومعرفة الوقوف جعل تجويد الحروف كله في كفة ومعرفة الوقوف في كفة أخرى نتناول في هذه الحلقة من ترانيم قرآنية موضوعا مميزا مهما جدا تشتد إلي حاجة القراء لتستقيم بها تلاواتهم موضوعنا هو الوقف والابتداء وأثره على صحة التلاوة شاركوني في هذه الحلقة كل من فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاء وسادة التفسير والقراءات بجامعة الشارقة والقارئ الشيخ معتصم بالله العسلي ورحب بكما في بداية ترانيم القرآنية أرحب بك ورحمة الله حياكم الله و بياكم مشاهدة الأكارم قبل قرابة الأسبوع صليت في مدينة قرب هذه المدينة صلاة العشاء وراء إمام من الأئمة وكان يقرأ قول الله تعالى ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قرأها كذا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته وقبل سنوات بعيدة كنت صلي قرب مبنى الإذاعة هنا وراء إمام أتاه الله عز وجل صوتا جميلا وهو من الأعاجم كان يقرأ من آل عمران في قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم انقطع نفسه عند قوله تعالى ويقتلون الذين ثم بدأ الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدقوني كنت أترك الصلاة طبعا رجل أعجمي لا يعرف الوقف والابتداء ومرة قرأ أحد القراء إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم انقطع نفسه في وسط الآية فاسترجع نفسه وابتدأ من المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم قارئ آخر قرأ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وانقطع نفسه هنا ثم بدأ الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة قارئ آخر عند قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه قرأ هكذا أولئك يدعون إلى النار والله فوقف عند حوله الله وقال يون آخر وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قراء هكذا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أيضا قال يون آخر قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه قال إن الله لا يستحيي قال يون آخر يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات يريد للناس أن يتقوا أياما معدودات وقارئ آخر أما في مكان كبير دون تسمية قال قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بيه مشركين قراء هكذا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا قارئ آخر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع فجعل مثلهم في التوراة وفي الإنجيل مثلا واحدا وأذكر لما كنا صغارا كان أحد أصحابنا يقرأ عند الشيخ قال فآمن الطائفة من بني إسرائيل لا يريد وكفر الطائفة قال فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت فالشيخ قالوا الله ما فهمنا آمنت أم كفرت وطفل آخر كان يقرأ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قراء هكذا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل أيضا قال الشيخ ما فهمنا تقبل منه أم لم يتقبل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة تخيروا أبقى وقف علي أحد القراء بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة فوقف عند الآخرة وأعجب من هذا من وقف على قولي تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم وقف هكذا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله وقارئ آخر ونجيني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران وهناك ابتداءة تعسفية قال أحدهم قرة عين لي ولك لا يريد قرة عين لي ولك لا تقتلوا وبعض هذه الوقفات تدعو إلى حقيقة كأنها مزحة كأنها طرفة قال أحدهم وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله يريد فأكله الذئب وقارئ آخر إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن يريد فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قارئ آخر يقول متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها جعل أهل الجنة عميا وقارئ آخر قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه يريد فألقوه على وجه أبي إذن نستعرض مع ضيوفنا في السوديو وضيوف آخرين عبر الهاتف أهمية علم الوقف والابتداء هل علم الوقف والابتداء اجتهادي أم توقفي ما الفرق بين الوقف والسكت والقطع ما هي أنواع الوقف ما هي علامات الوقف الابتداء التعسفية أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك وقارئ آخر يقول والله إن الشركة لظلم عظيم بالله بالله إن الشركة لظلم عظيم أيضا وقوف الإمام أبو جعفر الهبطي نناقش هذه الوقوف نرى هل هذه الوقوف هل فيها خلاف أم لا تعانق الوقف ما هي كتب الوقف والابتداء التي يستطيع القارئ أن يلجأ إليها أيضا استضيف الدكتور بسام محبوب الأستاذ المساعد بكلية الطف في جامعة الشارق عبر الهاتف لأسأله سؤالا بسيطا جدا هل يستطيع القارئ زيادة النفس لأن معظم هذه الوقفات الخاطئة سببها قلة أو ضعف أو قصر النفس إذن مرة أخرى ورحبوا بضيوفي في السوديو فضيلة شيخ الدكتور محمد عصام القضاء والقارئ معتصم بالله العسلية الدكتور محمد عصام القضاء لعلي أبدأ معك ما هي أهمية علم العلم الوقف والابتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقة أشكرك على هذه المقدمة التي تبين من خلالها أهمية علم الوقف والابتداء فأنت بينت لنا بالأمثلة الواقعية ما لهذا العلم من أهمية بالغة حقيقة أهمية علم الوقف والابتداء كما قال عنه علماؤنا وبدأ به أخي أبو عبد الرحمن هو شطر علم التجويد علم الوقف والابتداء قال العلماء هو شطر علم التجويد وذلك ما أخوذ من قولي الإمام علي هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف فتجويد الحروف يعني تحسينها وإخراجها من مخارجها وإعطاؤها صفاتها التي تستحقها وما إلى ذلك من الأمور فإذا ضبط القارئ هذه المسائل لا بد له أن يضبط معها الوقف والابتداء أهمية علم الوقف والابتداء قائم على أساس أن علم الوقف والابتداء ينبغي أن نحرص على أنه الوقف هو بيان للمعنى إذا وقف القارئ وقفا صحيحا كان المعنى صحيحا تبعا لذلك وإذا وقف وقفا خاطئا كان المعنى خاطئا بلا شك فلذلك العلماء قالوا الوقف فرع عن المعنى فكما تفهم تقف وكما تقف تفهم فهذه العبارة دقيقة جدا الوقف فرع عن المعنى كما تفهم تقف وكما تقف تفهم تفهم غيرك أنت تفهم غيرك سواء كان المعنى صحيحا أم غير صحيح فهو لا شك في ذلك إذن أهمية الوقف والابتداء قائمة على أساس بيان المعنى نحن أمرنا أن نقرأ القرآن الكريم ونرتله ونفهم معانية لا أن نقرأه قراءة ننثره نثر الدقل كما جاء في بعض الآثار قراءة بلا معنى ولذلك الحقيقة مهم جدا عند القارئ أن يحذق مسألة الوقف والابتداء أقول يحذق وليس فقط يعرف بحيث حتى لا يقع في خطأ أو مزلق من خلال وقف قبيح ولذلك العلماء حتى ينفروا القراءة من هذا الوقف يسموه وقفا قبيحا الوقف القبيح هو الوقف الذي يفسد المعنى أو يؤثر على المعنى بطريقة تجعل القارئ لا يفهم هذه واحدة أو يفهم معنى غير المعنى المراد إذن أن يتركه بدون فهم لا يعرف شيئا أو يجعل القارئ يفهم معنى غير المراد من القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى إذن أهمية الوقف والابتداء قائمة على فهم المعنى على بيان المعاني التي تضمنتها الآيات القرآنية من خلال الوقف الصحيح الذي يقفه القائمة شكرا لخير دكتور محمد عصام شكرا لخير دكتور محمد عصام شكرا لخير دكتور محمد عصام